ما حكم من حلف بالطلاق ألا تدخل المرأة بيت والدتها ولكن قبل الإجابة عن هذا السؤال أدعمون بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات السؤال زوج أختي حلف يمين طلاق ألا تدخل بيت والدتها وإذا دخلته فهي طالق فما الحل مع العلم أنها آخر طلقة باقية لها الإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فالمفتابه عندنا أن من حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه وقع طلاقه سواء كان قاصدا بيمينه إيقاع الطلاق أم قاصدا مجرد التهديد أما التأكيد وهذا قول أكثر العلماء وما دامت هذه ثالث الطلقات فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى فلا يملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يفارقها الزوج الجديد بطلاق أو موت وتنقضي عدتها منه وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أن الزوجة إذا لم يكن قاصدا إيقاع الطلاق بيمينه ولكن قصد التهديد أو التأكيد فلا يقع طلاقه بحنثه في يمين الطلاق ولكن تلزمه كفارة يمين ولكن الحكم على زوج أختك بالحنث في يمينه المذكورة يتوقف على معرفة نيته بما تلفظ به أو السبب الذي حمله على الحلف إذا لم تكن له نية فإن كان قصد منه دخول زوجته بيت والدتها إلى الأبد فإنها إذا دخلت في أي وقت حنث الزوج في يمينه وأما إذا كان قصد منعها الدخول في وقت معين ولم يقصد منعها إلى الأبد فإنها إذا لم تدخل في الوقت الذي قصده لم يقع الطلاق ولا تلزمه كفارة وما دم في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم فنصيحتنا لكم أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلدكم وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسوق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه والله تعالى أعلى وأعلم لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر